أصدرت مجموعة الصين للإعلام تعليقا بعنوان معجزة الصين فرصة للعالم قالت فيه إنه حققت الصين الجديد منذ تأسيتها قبل 70 عاما إنجازات هائلة دفعت المجتمع الدولي لإبداء الإعجاب بها ولكنها طرحت من جانب آخر تساؤلات عديدة من أين جاءت الصين وإلى أين ستذهب وأي عالم تسعى لبنائه وكيف تتعامل مع الخارج وللإجابة على هذه الأسئلة أصدر مجلس الدولة الصينية والجمعة أول كتاب أبيض شامل بعنوان الصين والعالم في العصر الجديد الاستعراض إنجازات التنمية الصينية وأثارها ومساهماتها المهمة في دفع تنمية العالم استنادا إلى الحقائق والبيانات بالإضافة إلى التفسير الشامل والمنتظم للعلاقات بين الجانبين ويؤكد الكتاب الأبيض بكل وضوح موقف الصين الثابت من بناء السلام وتحقيق التنمية على مستوى العالم والدفاع عن النظام الدولي ما يظهر صدق الصين كدولة كبرى وعزمها ورغبتها في تحمل المسؤولية